أهلا وسهلا بكم في برنامجكم إزوران متمازيغ أولا يسنمر في اللون أزوم أي مبروك عليكم رمضان وبمناسبة شهر رمضان الكريم حبيت نسوق مجموعة من المصطلحات الدينية ولعل أعز وأجل شيء يبدأ به الإنسان وهو اسم الله عز وجل ووجب القول أن الأمازيغ جميعا بدون استثناء لا يذكرون اسم الله أو اسم الجلالة إكراما وتعظيما أي حتى لما يقسمون يقولون قلغس ربي ولا يقولون قلغس الله ولا تقلغس ربي أو تقلغ اسم السيناء حتى المستعرفين منهم حديثا يبتعلون عن ذكر اسم الله مجردا أو مقترنا ويستبدلونه بربي أو المصطلح المقابل باللغة الأمازيغية من السيناء زي ما قلنا قبل شوي ولعله من الحكمة أني نبدأ بترجمة لصورة الفاتحة تالديت بالأمازيغية ومنها نجد مجموعة من المصطلحات أو الأسماء للأعز وجل فنقول بالأمازيغية في صورة الفاتحة ترجمة حرفية بسم الله الرحمن الرحيم تميت إياكوش مسنو مغراد أم الله أم نهار أجل ليد نواس نواسغان إكي نموت دو نتظار الله دكي نتطر تولين والهاغ سابري دماغود أهلنا الصرانة المستقيم والهاغ أبري دماغود أبريد نويد أمي تسوكتب تينوفا أرد ويد غفيد قمد أردي مناف أمين وجب القول أن هذه ترجمة حرفية وليست ترجمة معاني علاش نقول هكي لأن فيه تراجم كثيرة للقرآن الكريم لمعاني القرآن الكريم وهذه التراجم إما أن تكون لها جهوية أو تكون باللغة المزغية النعيار تكون جزئية تكون كبيرة تكون قديمة تكون حديثة إلى آخره ولكن الترجمة الحرفية هذه التي قد قبل قليل ترجمة كلمة بكلمة لصورة الفاتحة طيب نذكرنا هذا كل ما نرجع للفظ أكوش نبدأ زيادة العدد بجبل نفوسة فنجد مقابل الله في الأمازيغية في جبل نفوسة هي أكوش والكاف تصبح يا عند ودي مزاب فتصبح أيوش ولا أيوش نجدها حاليا في كل من نفوسة ودي مزاب فقط طبعا هذه المنطقة الأفضية ولكن هذا الاستعمال في الكتب القديمة والمخطوطات وفي كذلك كتب التاريخ العربية لا داعي طبعا نصادتها جميعا لكن نجدها عند البكري مثلا في معرض حديث عن برهواطة نجدها عند ابن خلدون لكن البضية يستعملونها كثيرا في كتبهم في السيار في الفقه في الفتاوي في آخره وخارج هاتين المنطقتين نجد مثلا اليوم في سوس في المغرب الأقصى وقفت بنفسي على أشعار دينية ترددها العجائز يبدو أنها قديمة تنقل بصورة شفهية سجلتها مريم أولسون الميزيكولوج علمة الموسيقى الأمريكية المعروفة في نواحي منطقة تيزنيت وهذا أسمعني إياه الأستاذ في جامعة ابن زهر أحمد بومزقو في منزلي في مدينة تيزنيت وهذا كان قبل سبعة أو ثمانية سنوات أو ربما أطول من هذا وحتى أن العجوز سألتها عن معنى هذا اللفظ العجوز لم تفهم اللفظ وقالت أن سمعناها هكذا وترددها إذن حتى في هذه المناطق اللي نظن أن الكلمة بغير مستعملة فيها الآن مستعملة فيها ولكن في الزمان الغابة نجدها في التوبونوميا نجدها في أشياء كثيرة أخرى ونجدها كذلك نبهني لهذا صديقي بدر كوكو أنه في منطقة فيجيغ في معجم بن عمارة اللي هو طبع في الإركام مؤخرا ذكر بريوش بمعنى باريوش بمعنى آبر اللي هو العظيم الله العظيم يوش واحدة لا تستعمل ولكن تستعمل بالتضخيم آبر باللمزيغية الصفكس آبر يجعل من الأشياء عظيمة وضخمة وكبيرة وإلى آخرهم ووجب القول كذلك هنا أن أكوش لفظة قائمة بذاتها ليس لها أي ارتبط جذري بأي كلمة أخرى توجد كياكياش وحدها ولكن ما علاقة بكل باللفظة أو بالجذر هذا وأما القول أن أكوش أو يوش جاءت من يوشا بمعنى العطاء المعطي أما يوش هذه أحدث ماله الحسنة المعطي حقيقة غير أمفكاي سمحوني ولسا ما يوش أمفكاي لسا لا ارتبط لسببين واحد أن يوش جذرها كو آكوش اللي هي ياكياش وكذلك يوش بمعنى أعطى جذرها يا فياك بمعنى أعطى وهذا التغير حصل قديما في هذه الكلمة فإفك جاءت من يوش أو أوش يوشا إلى خريجات من إفك تبدو بعيدة ولكنها حقيقة من هذا الجذر وهذا مش موقته الآن في الحديث عنها وليست هي موضوع جذر طيب فكلمة ياكياش ليس لها كما ذكرت أي تصريفات أو مقابلات أو اشتقاقات أو أي شيء بل هي كلمة مستفردة ومخصصة لله عز وجل وكذلك أسماء الله الحسنة ربما يكون من الأذر بنا الحديث عنها الآن لأن أسماء الله الحسنة غالبا وصفات تكون مرتبطة بجذور وهذه الجذور تكون مقابل لها في الأمازيغية فهذه المقابلات نجدها يعني مثلا أذكرنا قبل شوية كلمة أقليد في جبل نفوسة نقول أو سنة 1892 آخر كتاب كتب في الجغرافية في جبل أبوسب الأمازيغية اللي هو إغاسرة دي بريدن دي درارن نفوسن يقول في المعرض الحديثة عن تمسجيد المقر يقول في فئة معاه يقول دجل ليدا مقران بمعنى أنت الملك العظيم هذه الصفاتين من صفات الله ملقابل لهم بالمزغية العظيم وكذلك الملك اللي هو أجل ليد وذكرناها قبل شوية في صورة الفاتحة كذلك نجد عدد كبير جدا من الجذور ذكرنا منها في الفاتحة قبل شوية أمنها ذكرنا أمن الله ذكرنا كذلك أجل ليد وكذلك أكوش قبل شوية ولكن لا يمكن الحديث عن الأسماء والصفات دون الحديث عن مصطلح الرب الرب نجد له مقابل عند الأمازيغ في الجنوب اللي هي ماس أو ماسينا ربنا من السيد ونجد كذلك مثلا له مقابل عند الأمازيغ الشمال اللي هو باب نقول بابني جنوان أي رب السماوات المالك لها ونقول مثلا في جبان نفوسة عندنا حشر نسمو فيها تلغم تنباب ربي وهذا موجود على المكرة في كل شمال أفريقيا نجد كذلك أشياء كثيرة جدا فيها باب وبابة بمعنى الرب اللي هي الصاحب أو المالك كذلك نجد في كتب الإباضية كما ذكرت قبل شوية في فتاوى غارة مجماج الفتاوى الكبرى نجد أبي سهل سؤل أبي سهل النفوسي سؤل عن مصطلح أي الراد بتجديد الراعة لاحظ معي التجديد هل يجوز القول بأي الراد كاسمنا الرب وأي راد نجد له طبعا مقابل اليوم في الأمازيغية ولكن المهم أبو سهل شنجال قال أني لا أستحبه لأن فيه مقابل آخر قريب منه أي راد بمعنى على الأسد ولكن للأسد حقيقة غير مشددة أي راد والثاني أي راد ونجد أي راد إلى الآن مستعمل في مجموعة من الترمعات الأمازيغية من الجذر قرد بمعنى رب من التربية فنجد مثلا أمودر يقرد بمعنى حيوان مدجن أو مربع من التربية وهذا ليس هذا الموضوع للجذر هذا موجود في اللغة المزغية بكثرة وهذا زي ما قلنا إلى فترات قريبة كان يستخدم في جبن نفسه وظهر من بيش نجيبهم كلها وغير شوية مصطلحات أمسيكلل المتكبر القادر على مصدر الجديد أي كسوات الأبدي من الصفات الأبدية اللي هي أمغلو الكريم أناكاف إلى آخره طبعا لله 99 اسم وهذا كلها معروف في الفقه الإسلامي هذا تقريبا كل اللي عندي منقولة عن أسماء الله الحسنة غير حبيت نسوقها هذه كلها الآن بمناس شعر رضا المبارك وفي الحلقات الجاية حنتكلموا على المصطلحات تانية زي مصطلح مثلا الشهادة اللي هي من ضمنها الرسول والنبي والرسالة وإلى آخره كذلك المصحف القرآن كذلك الأركان الإسلام الخمسة الصلاة الصوم الحج إلى آخره في اللغة الأمازيغية فهذه من خلال شهر رمضان سنذكر كل هذه المصطلحات الدينية وجذرها الأمازيغية ووصولها ومقابلها في اللغة الأمازيغية تانميرت نون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تانميرت